يعني ما ده كلام كنتم ومصرين انها منطقة الصراعات لن تنتهي كداب لان ما قيل في هذا الكلام تحديدا مش الرئيس عبد الفتح السيسي بنفسه اللي قال ان لو حصل ودمرت اتفاقيات السلام بيننا وبين اسرائيل ستصبح منطقة الشرق الاوسط كلها مشتعلة لا ده كل دول الشرق الاوسط قالوا كده وايدوا ست الرئيس يعني ده مش رأي مصر منفاردة خالص ده رأي اجمعت عليه المنطقة هو انتو نسيين ايران ولا انتو مطلعينها من المعادلة دلوقتي هي ايران قالت ايه قالت ايه لما انتو اعلنتوا الاكتياح وقلتو القوات الاسرائيلية ستكتاح قطع غز اللي هو قلتو كان ده على فكرة من 12 او 14 يوم فاكرين طب انتو ما اكتحتوش ليه هو مبدئين هقولك انتو ما اكتحتوش ليه لان مبدئيا الجندي الاسرائيلي ما بيرعافش يكتاح اللي اذا كان مستخاب بورا المركافة يمشو ورا المدبابة المركافة كده مستخابي اه ساعتها يقدر يعمل اكتياح لكن انه يدخل زينا كده لما كنا بنعبر قناة السويس وبنعد الناحية التانية الضفة والكلام اللي هو ما عافش يعمل كلام فمبدئيا انتو عملتوش ده ومش هتعرفوا تعملوا ده لكن المهم يعني قالت ايه قالت انها لن تسكت وسوف يكون ردها ردا قاسيا حضرتكو علقتوا بايه ولا حد فالمعادلة صعبة والاكتياح ما هو السهل ولودة الفترة القادمة صدقوني لا شرق الاوسط هيروح بحتة تانية خالص والكل واولهم امريكا ستدفع التامن عشان كده انا بأكد عليكم قبل انعقاد قمة القاهرة للسلام ايه اللي حصل تم فتح المعابر فورا الله سبحان الله تم احنا كنا بنهاتي قبل كده والرئيس السيسي بعت مئة ألف رسالة لكم افتحوا المعابر يا سيدي ما انت عندك خطتك والأمر الصناعي مفتوح لك وجوجل مفتوح لك والدنيا مفتوحة لك وبتشوف كل حاجة وبتضربها ما تسيب الناس تأكل وتشرب وتتعالج ما لاش قتل للأطفال وسفك للدماء بشكل غير مبرر لا مش فتح المعابر اول ما قالوا قمة القاهرة ومسابت لا لا احنا ندخل عشر شاحنات في عشرين شاحنة لا لا احنا برضا حتى نهتم بالرعاية الطبية واهم حاجة في الشاحنات ان احنا نبدأ بالجزء الطبي والاغاسي القاوي محدش يقدر يأكل لقمته اول ما عارفه ان انت جايب واستجاب لك 34 دولة و 4 منظمات قالك لا لا ندخل بسرعة سبحان الله عرفته بقى جماعة انتو بتتعاملوا مع مين لازم تبقى قوي ولازم تبقى لك دور فعال ولازم تبقى قادر خلي بالكو 100 الف خط احمر من قادر على انفاز كل اراءك للعالم ما كانش كده ما كانش لو ما فيش حد كان بيسمعك والله ما كان ازازة مية دخلت هو انتونيو جوتيرش الامين اللي عامل الامم المتحدة مش جيه وكان واقف على اخطاع غزة عافه ارترافح قصدي اولا وانتو شفته وولدنا وبناتو تتكلموا معا ازاي طب هو جيه ازاي ما هو دعوة من مصر قالوا تعال شوف بعينك يا سيدي احنا شاحناتنا هي على مرمى بصرك لو جدع هات اخرها لكن احنا مش في قدين المتعنت هو الطرف الاخر هي دي السياسة هي دي الطرق اللي مصر بتتعامل بها يا جماعة مصر يا جماعة مش دولة معتدية مصر مش دولة همجية مصر يا جماعة اهل الحضارة ونصرة كل ما هو فيه سلام ومحبة على مر عصرها خرج من مصر مصر الدولة الوحيدة اللي اتعرضت لاعتداءات على مر عصرها لكن لما كانت بتوقف على حالها عمرها معتدت طيب في حاجة برضو مهمة بالنسبة لي قبل ما ننقل يعني ونختم نروح للطرف التاني بيان طلبة جامعة هارفرد الجامعة هناك تعالفين الطلاب بيبقى دايما زي عندنا كده في جامعة القاهرة جامعة هاليشابسو أو كل الجماعات يعني في اتحاد طلاب وبيجتمعوا فالمهم من ناس دول شافوا الايه الاوضاع بقى بعد قمة القاهرة للسلام شافوا الدوني فالاخوة دول الطلبة علا ده بيحصل ده احنا وكناش عارفين ده احنا وكناش بالاسماء اي حاجة خالص طب نعمل ايه قالك اكتر من اخد بقى الكلام اللي قالته بردو جامبرجا من عشرين منظمة طلابية في جامعة هارفرد تحمل اسرائيل المسئولية الكاملة عن هجمات حماس في اسرائيل والذي وقعت عليه او بسببه العديد عفوا والذي وقعت عليه العديد من المنظمات الطلابية حول العالم في بيان جاء فيه نحن المنظمات الطلابية الموقعة ادنى نحمل النظام الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن كل اعمال العنف التي تكبدوها احداث اليوم لم تأتي من فراغ فعلى مدى العقدين الماضيين اجبر اجبر ملايين الفلسطينيين في غزة على العيش في سجون مفتوحة يعد المسئولين الاسرائيليين بفتح ابواب الجحيم لهم الفلسطينيون في غزة ليس لديهم ملاجئ يلجون اليها زي عندكم كده ما اسرائيل فيها ملاجئ لكن فلسطينيين ما عندهمش ليه ده راجل قوي بياخد الطلقة في صدره يموت شهيد بيبوس ايده كده يعني بيموت منهم كده اللي لسه في الروح بيبوس ايده بيحمد ربينا النموات شهيد انما بقى في ناس سنة بتستخبط تحت كرسي وتحت الترابيزة ويدمونك في مخبك يقول لك عقيدة عقيدة مين يعني عندك اي حاجة في الدنيا الفلسطينيون في غزة ليس لديهم ملاجئ يلجون اليها ولا مكان يهربون اليه وفي الايام المقبلة سوف يضطر الفلسطينيون الى تحمل الوطأة العنف الاسرائيلي بالكامل يعني بيقولوا ان الاخوة الفلسطينيين هيتحملوا في العراء كده الوطأة الحروب والضمار الشامل نظام الفاصل العنصري هو المسئول الوحيد من اللي بيقول كده احنا خالص والله ده بيان طلبة جامعة هارفل مهم لقد شكل العنف الاسرائيلي كل جانب من جوانب العذاب الفلسطيني لمدة خمسة وسبعين عام هنا هقف لحظة وهكمل لكم وليه هقف هنا المفروض ان البيان ده منطقيا عقليا بيتكلم عن ايه الاعتداء بكل عجرفة من جانب اسرائيل بهذه الالة العسكرية على شعب اعزل صح طيب مدة دي ثلاثة اسابيع خدت بالك وانا بقرالك والجملة دي قالوا ايه قال لقد شكل العنف الاسرائيلي كل جانب من جوانب العذاب الفلسطيني لمدة خمسة وسبعين سنة شفت بقى فايدة قمة القيارة للسلام ايه اوصلت للناس نقطة ان لا الموضوع مش ثلاثة اسابيع اللي انتوا شايفينهم ارجعوا وراه فالناس لما رجعوا وقروا التاريخ لان فيه عذاب حقيقي وضرر نفسي وجسماني ومدي وعقلي وديني واقع على الشعب الفلسطيني فاعترفوا هما بنفسهم وقالوا ان جانب من جوانب العذاب الفلسطيني لمدة خمسة وسبعين عام شفت بقى التوسيق بيبقى عامل ازاي اشتركوا بقول لكم الكلام ده يجب كل واحد في القضية الفلسطينية احتفظ بيه اشتركوا في القضية